في نشرة فيسبوك اليوم أكثر صفحات فيسبوك العربية نشاطاً اليوم كانت الصفحات التونسية مع الاحتجاجات التي اندلعت أمس في مدينة القصرين التونسية تحت عنوان الفقر والبطالة وقد نشر المحتجون رسالة مصورة لهم عبر فيسبوك يطالبون فيها بفرص عمل ومن تونس إلى الأردن ورسالة الصحفي الأردني أحمد حسن الزعبي بعنوان لا تسامحونها وهي رسالة موجهة إلى السوريين والعراقيين وعرفنا أن لعبة الكراسي أقوى بكثير من أصوات الطابور المدرسة وأن العصور المار بين الشام وبغداد صار ينسأل ألف مرة عن طائفته عن تصريح المرور كبرنا والعواصم اللي كتبناها بالدفاتر صلت خطوط الرصاص على ورق فصار الحد يباعدنا وصار الدين يفرقنا ولسان الضال يقسمنا بين موسكو وطهران ومن الصفحات السورية الحلقة الأولى من المسلسل السوري الفيسبوكي الساخر أدرينالين التي تصور متحدثا باسم الحكومة السورية يتلو بيانا يتوهم فيه الانتصارات فيقاطعه أحد أناصر حزب الله ويعلق علم حزبه على المنصة ويفرض على المتحدث قراءة بيانه الخاص وهذا ما يفعله من بعده الإيراني ثم الروسي مرحبا السورية امتدادنا التراتيجي تخمنا كواعدنا الأسكرية والمياه الدافع لا شيء فيها لا لم أهم المطلق روسيا خرشون وأخيرا زفت للطريق أغنية شبابية أطلقت اليوم واشتعلت بها صفحات فيسبوك اللبناني تصور بطريقة ساخرة ذكية ارتهان اللبنانيين لزعاماء فقط لمجرد أنهم قاموا بتعبيد طريق خاصة لهم دون غيرهم وذلك لكثب أصواتهم الانتخابية في حين تغرق البلاد الفساد والنفايات والفقر والبطالة تحقيق عطان الحياة وعطان الحرية وحرية النوافق على الإسراء ومثل ما هي وإذا اعتردت عكيد بكثة للحبود ولو مثل بسبيله ما بتعرف لي وجوده بس بعمل حبه مع كل هالمساكل لأن بالمقابل لأن بالمقابل تحصل الصريق تحصل الصريق bullظ reality انظروا لأن بالمقابل